محاضرة اليوم اللي هي Cochleasynd Disorder Cochleasynd Disorder اك مصطلح انسمى الهو الإيميستيسس الهيميستيسس هي شنو لا سمح الله اذا عندين عندي وعاء دموي بداخل دم اللي هذا الطبيعي هاذا الدم بداخل وعاء الدموي بحالة استقرار اذا صار اكو مثلا اذا صار انجري بالوعاء الدموي واجة نزيف الجسم شا يحاول ي Library هو هول رائع الدم الى غايل حالة department في محالة ال� 먹 جريب النسيج. راح يصير. شنو الاشياء المترتبة على الجرح. اول ما يصير جرح الاوعية الدموية شبيهها بها اندوثيليال. هاي الاندوثيليال مش راح يسبب سوي كونتركشن حتى شنو ما يصير نزيفه هواي. ورا ما شي راح تيجي لبلاتلت. البلاتلت تروح تلزك مكان الجرح راح تكوين لي برايموري بلاك تمام. اتكوين لي يعني اتكوين لي برايموري بلاك تمام. ماندروشونت اللفظ المهم. ورا هاي البلاتلت يجي تفيط هitable وجود гرح. شرح يصير راحلكوكوليتفاكتر راح يتكون لي براpable اللي هي عبارة عن الفايبرين. وورا ما تكون الفايبرين ولزك الجرح. اوكي? اجتكوين الفايبري ولزك الجرح. هذا الفايبرين ما رح يبقى بعد ما صار ان الوعاء الدموي. ورجع سالم الوعاء الدموي. خلص الفايبرين جراح يصل به راح يصير راح تحلل وخلص. فبهاي الحالة هاي لكل هالاشياء الصارت. هاي الصير الاسياء تنظيمية صار انجوري ورا ما صار انجوري الاندوثولي راح تتقلص وراه راح تيجي البلاتة تتكون لبرايمري وراه تيجي الكوكليتف تتكون لصفايحة اقوى ليسكنري وراه راح يصير راح تكون لفايبرين هاي الفايبرين يصير فيبرولاسيس هاي كلها العملية محكمة يعني شنو منظمة باحكام بهذا التسلسل اللي قلته كل هاي العمليات اللي تصير لما يصير انجوري حتى شنو في سبيل يرجع الدين بحالة الهيمستيس الهيمستيس تفرق عن مصطلح الهومستيس الهومستيس اخذناه بالجراحة يعني معناته انه عضاء الجسم تتشتغل عن درجة حرارة معينة المهم الحالة اللي يشتغل بها الجسم باستقرار الاعضاء تشتغل بهاي الحالة هاي معناته هيمستيس هذا اللي هو شنو اللي قلت النوئلة عرفنا انه هنا من يصير انه اربعة مراحل واكو فيديو هم ماتي اقول القناة انه تنشرق لكم شون داي يصير الهيمستيس شوفوا كل ش حلو هذا الفيديو داي يقول لك اوه شي راح يصير وراه راح تكون سدادة مؤقتة من قبل البلاتلت وراه سدادة اقوى من قبل اللي هي راح تكوني الفايبرين بالنهاية وهذا الفايبرين ما راح يبقى ورا ما صار سلامة وصار الفصل السليم شنو راح يصير بي راح يصير بي فايبرولايسس تمام تمام دايجي هنانا شي يقول لي يقول لي هنانا فاي هذا الشارك لي بالهيمستيس اللي الشارك لي شنو اكو خمس اشياء راح يشارك لي بالهيمستيس يعني شنو الشارك لي انه الدم يكون مستقرد داخل الوعاء الدموي اذا صار نزيف وخرج الدم اش راح تصير راح نصير سدادة زيك هذا النسيف حتى نسميه انه سميه ترقية اوكي اوكي اكو خمس اشياء راح يساعد بي قدتلكم نفس الاشياء اللي حجيتها يعني يعني مو اكثر من يمها او اشي البلاد في السلسل الوعاء الدمويش تحتوي الاوعية الدموية مو تحتوي على اندوثاليا سيال هاي الاندوثاليا راح تكوني برير حاجز بتوين البلاد ليد اوكي والبلازمال كلوتينك فاكتر ادويا الساب اندوثاليا الكونكتف تشيو وراها انه هاي البلاذي السلس هاي خلايا الاندوثاليا السيال هو عبارة عن بعين Commissive بس هذا الكوكليشن فاكتر ما ينتج من قبل الاندوثاليا السيال الاندوتاليا السيال هذا الفكتر شي يسوي لي هذا الفكتر يروح للي بلاتلت يقولها يا بلاتلت اكون هنا مكان جرح تعاليلي تمام تمام انو هذا الفون اللي هو سميته فون وضي براند هو عبارة عن كوكليتف فكتر ينتج من قبل الاندوثليالسيال هذا الكوكليتف فكتر يروح للبلاتلت يدليها على مكان الجرح انو شنو areas اندوثليالسيال سيال تشكللي حاجز بالاضافه هو هاي اندوثليالسيال تفريز لمواات هاي المواات الساعد لي بالكوكليتف ما نساعد لي بالكوكليتف ذكرته مثل لتي فرز ه ها ها البون والي بلاندato يقول البلاتلت تعالي بمكان الجرح جزي اختر كوكليتف نيجي ليعليمي على البلاتلت البلاتلت لهذا البلاتلت انلي قلت انو لما يصير جرح راح يصير دونك أما هما تنشنو هذي البلاتليت راح تتقول لي مواد البلاتليت النشطة الـ Activation إش راح تقول لي Procochelate Molecules Procochelate Molecules هي عبارة عن مواد التعزز لتحول البرو everyone إلى thrombine و هسا نعرف شنو البرو browsing إلى thrombine هذا الـ thrombine بلناهاي راح يحول الفايبروجين إلى fibrin والفايبرين هيا راح تكون secondary plaque تمام السدادة الثانية فإذن البلاتلت بشنو راح يساعدني بالهيمستيسس مال ديم راح يساعدني بشغلتين إنو البلاتلت راح تكون لي السدادة الأولى اللي هي primary homostatic black وإن شاء الله الثاني إنو هي شنو إنو هي ش راح تكون لي pro cochlear molecules جوزيقات راح تعزز لي تحوي لبرو ثرومبين إلمن إلاثرومبين نجي اليمن على الكوكليشن فاكتر الكوكليشن فاكتر شنو الموضوع مادة باعوا الكوكليشن فاكتر هزا راح أجي أشرح إله تمام تمام هي عبارة عن فاكترات الساعة اللي أنا لما يصير عندي نزيف راح تكون البلاتلت تزيق مكان الجرح وراه إش راح يصير الكوكليشن فاكتر راح يكون لي السيكندري السيكندري بلاك اللي هيش راح تكون لي بلوكي عفوا سيكندري بلاك بلوك سيكندري بلوك اللي هيش راح تكون لي تكون لي بإن هاي الفايبرين اللي راح يصد مكان الجرح تمام فالكوكليشن فاكتر يشملي هاي الفاكترات كلها يقول لي كل ج specification فكتور هذا منه يصنع viED mantavirus بواسطة هبا وساقب Lever وذا فان هو عابهه يدلي لتلدلت فكتور هذا مكان الجرح يشار göre بيدها يستحبها يوديها المكان تجرح المكان يصار بي انجري تمام تمام يقول لكل هاي الكوكليشن بايثوي اندو ثرومبونس هاي لازم شنو اجي اشرح هاي الشغلة قبل ما اجي على هذا السلايد انا ما ادري وان وديت هاي الصورة هاي اخذتها الصورة من القوغل الكوكليشن كاسكت شنو هاي الكوكليشن كوكليشن فاكتر كوكليشن فاكتر انا حتى تتكون خثرة راح تجي لبلاتلت تنزك اتكون لي شنو صفيحها ولي وراه راح تتكون الفايبرين انا من حقي اعرف الفايبرين شن اجي تمام تمام اول شي انا هاي الكوكليشن كاسكت الاحداث راح حصير بالكوكليشن فاكتر انا عندي اكسترنك باثوي وعندي انترينسيك باثوي وعندي شنو عندي كوميمن باثوي واسه راح نتعرف كله كل باثوي بي فاكترات الخاصة بي الاكسترنك باثوي بي فقط فاكتر سبعة اوكي فقط الكوكليشن فاكتر سبعة تمام تمام انو هذا الـ Cochleation Factor 27 دا يتكون Tissue Injury المكان اللي صار بإنجري بالتشيو المكان الصار بالإنجري بالتشيو تمام؟ هذا المكان شكون لي عندي تشيو صار إنجري هذا المكان اللي بإنجري بالتشيو شكون لي تكون لي Tissue Factor هذا التشيو فاكتر شي يكون لي يكون لي الهو شنو يكون لي الـ Cochleation Factor رقم 7 External Neck Pathway External Neck Pathway صار بمكان الجرح يكون لي شنو بالنهاية الهو Cochleation Factor 7 البقيات Internal Neck Pathway يكون لي 12 11 9 ويكون لي شنو يكون لي قد يكون لي ثمانية المهم يكون لي بقية الفاكترات تمام تمام لعت هاي الفاكترات External Neck Factor Internal Neck Factor Internal Neck Factor هاي بدنا هايش راح يكونون الـ Cochleation Factor الـ Cochleation Factor اللي هو شنو عبارة عن يا هو عبارة عن هذا اللي هو شنو عبارة عن Cochleation Factor رقم 10 هذا الـ Cochleation Factor شنو وضيف الـ Cochleation Factor راح يحولي الـ Pro Thrombine إلى Thrombein و الـ Thrombein اش راح يسويلي راح يحولي الـ Fibrogen إلى Fiberine والـ Fiberine اللي هي راح تكون بالنهاية السدادة النهائية اللي سدلي مكان الجرح هذا كل ما في الامر انا اش عندي عندي اكستيرنك وعندي انترنسك فاكتر اكستيرنك يشملي فقط الـ Cochleation Factor رقم سبعة اما البقية وهن موجودين بالـ انترنسك هذولي راح يتحدون اش راح يكونون بالنهاية راح يكونولي راح يكونولي الفاكتر رقم 10 راح ينشطون الفاكتر رقم 10 Cochleation Factor رقم 10 هذا شنو وضيفته Cochleation Factor رقم 10 راح يحولي Pro Thrombine إلى Thrombein زين هذا Thrombein راح يسويلي راح يحولي Fibrogen المن إلى Fiberine والـ Fiberine هو ش راح يسبب لي هو فهذا اعتبر كومي من باثوي اللي شارك بي شنو شارك بالفايبرين والفايبرونجين اللي ثرومبين الكوكليشن فاكتر رقم 10 اوكي كومي من باثوي لحد الآن انا هذا حجيت بس حتى تفهمون الفكرة واخليكم الصورة تمام تمام اوكي كنت انو هاي الفاكترات اللي ذكرتها 7 و11 هاي كل هاي ينتجون من قبل شنو من قبل اللي فارده عده الفون والي براند فاكتر هو اوكي اعتبره كوكليشن فاكتر لكن هذا من اللي فارده ينتجه ينتجه الميكا كاريوسات عند الانتوثيليل سيال كل هاي الاحداث اللي هسا سويتها من قلت لكم انو عندي اكسترنك فاكتر اللي يشمل لي 7 كوكليشن فاكتر 7 والانترنسك وكوالي الكوالي الكوميمن باثوي كل هاي الاحداث حتى في النهاي يشطلع لمطلع الثرومبين من اجيات انو اشتركوا الباثوات الاثنيناتهم كوالي شنو كولي الثرومبين عن طريق شنو حافز الفاكتر رقم 10 كوالي كوالي هذا الثرومبين شراح يسوي اللي شراح يحول الفايبروجين اللي فايبرين نفس الكلام اللي قلته والفايبرين هو راح يكون لي الخثرة قوية أوكي ليعزز ويخلي الخثرة قوية اكو فاكتر رقم 13 يعزز الخثرة اخليها اكثر تمام وهذا الفاكتر رقم 13 منه ينشط بواسطة الثرومبين تمام وعرفت الثرومبين شون يجيه بالرسم كل هاي سلسلة الاحداث حتى بالنهاي شا حصل على الثرومبين هذا الثرومبين ش راح يسوي لي راح يحول لي الفايبروجين الى فايبرين هو السداد النهائية اللي يقوي لي الفايبرين يعزز اللي هو يقويها اكثر اللي هو شنو الفكتر رقم 13 واللي هذا اكتيبيشن بواسطة شنو بواسطة الثرومبين نجي كوكليشن انهيبشن اتو برأيكم انا عندي صار جرح انه صار جرح بس صارت جرح ايش راح يصير عندي بالبلاright فزا صار عندي برير عن انتاج للمواد ساعدتلي بالتمع سارت عندي صفاح دموية هاي الصفاح دموية كونتلي البلايت لت كونتلي برايموري هذا hemostatic block بلوك دورني كونتلي هذي بالاضافة حررتلي مواد ساعتلي ايش wwww اوكي صار عندي جرح وصارت صفاح عالية وتنشطت الكوكليشن فاكتر ايش يزيد عن حلد ينقلب ضده. دعم انه اكو شي ينشط للكوكليشن حتى يكون لي خذرة مكان الجرح. اني هاي الخذرة مكان الجرح مايصر لازم تبقى. لازم بعدين راح تتحلل وتروح. هاي الكوكليشن فاكتر لازم ما تبقى نشيطة هماتية. تمام. اوكي صار عندي جرح تكون بكاتلت. اتنشطة الفاكتر لهذا كوكليشن فاكتر. بعدين ش راح يصير. بعدين لازم اكو ميكانيزم. اتعاكز الميكانيزم الاولى حتى ينقض حالة همستيسة سبحان الله. يعني اوكي. فحتى الجسم شنو. ما يتبقى خذرة هواية ويصير تجلطات بالدم. ولا يصير بنفس الوقت نزيف. اكو شي معادلة بالموضوع. تمام تمام. فبعضين ما صارت بلاتليت وكونت لي خذرة ولا اخرى هاي الخذرة. راح تبقى لازم تتكون مواد خذرة. راح تبقى تنفرز لازم شي يصير هنا يصير. يعني لاحظ يصير للخذرة. ما تبقى الخذرة مستمرة. تمام? تمام. يقول ينهانا عندي شون انهىى لهذا الخذرة؟ عن طريق انتي كوكليشن. انتكوكليشن راح تتنشط مثل شونو عندي اللي ضد الخذرة؟ اللي هنه هذولة تشيو فاكتر بثوي انهيبيتر او بروتين سي بروتين اس انتي ايش انتي ترومبي ثرومبي لحد الآن انا اشقلت صار اكو جرح تمام اجت الانتوثيليال البلاتفزل ساهمت الانتوثيليال موجودة بالبلاتفزل ساهمت وراها اجت البلاتفزل كونت لبرايماري بلوك وراها اجت الكوكليشن فاكتر كونت للسيكندري كونت للفايبرين انا يعني هذا الكوكليشن رح تبقى الخثرة رح تبقى هاي تتكون لا لازم توقف لازم يصر لها انهبيتر اوكي لان ايشي يزيد عن حده رح ينقلوب ضده يصير انهبيتر عن طريق شنو عن طريق انتيكوكليشن الانتيكوكليشن شي قصد بيها الانتيكوكليشن هاي مضادات للخثرة هدو لاكا كونو للخثرة تيجي هاي مضادات للخثرة حتى يعني ما يصير خثرة كلشي هاي اللي هين تشني من لي شنو تشيوف اكتر باتوي انهبيتر بروتين سي بروتين اس انت ايش انتيثرومبي اوكي اوكي لحد الآن اوكي وقفت الخثرة وقفت هذي زياناني بدنا هاي يكوالي الفايبرين وعرفت شون تكوالي الفايبرين هاي اللزقة هسا احنا منصر عندنا جرح هاي اللزقة مبقية لازقة عالجرح ملازم تروح بعديا مني طيب الجرح ويشافة هاي هماتيا رح يصير شنو تحليل في الفايبرينولايسس شون رح تتحلل هسا رح اجي اقول لكم لحد الان فهمتوا الفكرة باقوا الفايبرينولايسس يقول هنان اكو شي بلاسمونوجين هاذا بلاسمونوجين رح يتحول الى بلاسمين عن طريق شنو حول لي بلاسمونوجين الى بلاسمين عن طريق تشيو بلاسمونوجين اكتيفيتر تمام هاذا حول لي البلاسمونوجين الى بلاسمين هاذا شنو هاذا البلاسمين ش رح يسوي لي هاذا البلاسمين يعني كونتلي بالنهاية Fiberine and Fibrogen يتحولي الى Fiberine هذا راح يكسر للبيبتي تماني الواصل البيبتي مع Fiberine والFiberine تمام تمام اش راح ينتج لي راح ينتج لي Fiberine Degration Production راح ينتج لي مكونات شه تتحطم لي تتحطم لي الخضرة لتكونت بالنهاية Fiberine اوكي اوكي لحد الان ايونو اكو شنو اكو بلازمينوجين هذا البلازمينوجين بفعل شنو بفعل انو هذا تشيو بلازمينوجين اكتيفيتر اتحول الى بلازمين البلازمين ش راح يسوي لي يكسر الاواصل اللي بيبتديه مع الفايبرين عند الفايبروجين هذا ش راح يسوي لي بلازمين راح ينتج لي مواد هاي المواد شنو ش سوي لي راح تحطم لي شنو راح تحطم الخطرات تتكولت لي نسميها FDB اللي هي Fiberium Degradation Protection راح يحطم لي ايش مكونات راح تحطم لي الفايبرين لحد الان راح اعيده بصورة كل السريعة اول شي شكالت انو صار عندنا دم صار اكو نزيف نزيف اكو ميكانزم راح يساعدني من يصير عندي نزيف الجسم راح يحاول يرجع الجسم الى حالة الطبيعية اللي كان عليها قبل النزيف من يصير نزيف اش راح يسوي راح يحاول يرجع النزيم يعني مثل لازق ويخلي عن نزيف اكو خمس ميكانزم راح تساعدلي بالهيمستيسس الهيمستيسس معناته شنو ترجع للدم ورا ما يصير انجري راح ترجع الى حالة الطبيعية النورمال موجود بداخل الوعاء الدموي مو خارج الوعاء الدموي تمام تمام شنو الميكانيزين اكو بلات إيش بلات Vizels الوعاء الدموي بيخلاي اندوثولي راح تشتغل كبرير و راح تدينجليك مواد تساعد لي بالكوكلات تمام تمام وراها ايجت البلاتلت البلاتلش راح نسويلي راح نسويلي برايماري بلوك أوكي برايماري بلوك السدلي مكان تجرح أوكي وراها راح نساعد لي شنو أفراز بروكوكلات المولكيوس اللي قلت راح تحولي ساعده بتحويل برو ثرومبين المنئة الى ثرومبين تمام تمام ورها صار عندي شنو كوكليشن فاكتر هذا الكوكليشن فاكتر اللي ذكرتها هي عبارة عن مسارين انترسيك باثوي وكسترسيك باثوي بنهاي كونولي كوميبان باثوي اللي بي كوكليشن فاكتر رقم عشرة وبي هذا الكوكليشن فاكتر رقم عشرة السوالي خلي أرجع بي هل رسمها بصورة سريعة كوكليشن هذا عمدي انترسيك باثوي اللي شمالي الكوكليشن سبعة وانترسيك باثوي اللي شمالي الكوكليشن هات الباقية تمام تمام التحتو بالنهاي كونولي كوميبان باثوي اللي شبي كوكليشن فاكتر عشرة كوكليشن فاكتر عشرة حولي برو ثرومبين الى ثرومبين والثرومبين السوالي فايبروجين الى فايبرين كون اللي لاسق سد مكان الجرح اللي هي السيكندري بلوك تمام تمام اوكي اوكي لحد هنا الان لازم تتوقف الخذرة عن طريق انتيكوكليشن هاي مضادات الخذرة اشياء ضد الخذرة توقف للخذرة مثل تشيو فاكتر باثوي انهيبيتر بروتين سي انتو بروتين انس انتترومبي اوكي اوكي نيجي على الفايبرانيس لحد الان تكونت للفايبرين هذا الفايبرين اعني قلت لكم تخيلوا لاسق ما تجرع هذا لاسق ورا ما تجرع حتاجة بعد لازم يصير لتحلو لازم اني او اخرى شون راح يصير عن طريق انه البلازمين راح يتحول الى بلازمين بواسطة شنو بواسطة تشيو بلازمين اكتيفيتر هذا البلازمين ش راح يسوي لي الفايبرين والفايبروجين اللي هي غاي اللاسق النهائي يحتوي على اواصر بيبتديها راح يكسرها بالاضافة انه راح يصنع لي راح يصنع المواد تسوي لي ديجريشن للفايبرين اتحطم لي الفايبرين اوكي اوكي نيجي كوكليشن ستايت انه شون راح اجي اقيم هالحالة اوكي حون راح اجي اشوف انه questo his cochetera وطريقة لحالة انه يكون لي خثرة او لا عن طريق 911 اوكي او بران طريق مختبريا اقي اختبارات اصويها اجي اشوف ال которation اللي حاتي هذه نجي على اليمن اشياء clinical اشياء clinical سريرية تشمل لي مثلين انه اخذي سوي الوظمين انه من خلال الهي سوي اذا صار عندي ابيض قبل او شول صار عنده ابيض او اذا اulative ازيان بالع不كة الى مالتة صاير تسوردر قبل او اخذ علاج مثل شنو هذا العلاج مثل علاج الوارفارين عن شنو الاسبرين او عن طريق الفاحص مالتة اسوي الى physical examination رح اجي اشوف بجسمه اكو هيموريج او اكو باتيك او اكو هذا اكيميوسس او بروسيس الى هنا انا شنون اريد اريد اقايم الكوكليشن مالتة السيستم مالكوكليشن دي كولي خثره لو عنده نزيف عن طريق شنو عن طريق اشياء كلينيكل او عن طريق اشياء مختبرية من خلال اخذ هسترين الشخص رح يقول اني صار عندي قبل فترة نزيف وطول ولاخرة او اني عندي واحد من الائلة عندهم نزيف او اخذت علاج الوارفارين وعرف انه هاي دول يزيدون النزيف بالاضافة اثوي الى physical examination رح اشوف شعنده رح اشوف عنده باتيك عند هيموريج عند اكيميوسس اوكي اوكي يقول هنا عندي البربرة هي عبارة شنو bleeding in the skin and mycosmibrain البتيك هي عبارة هذا بينبوينت هي عبارة عن نقاط من النزيف الصير كلش نقاط تشبه الدبوس تمام تمام الاكيميوسس تكون large اوكي تكون large كوتيناس موجودة عبارة نزيف يصير بالجلت يكون large اوكي هستري الفامليال عن طريق examination او عن طريق شنو 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 الثاني اقيم بها عن طريق تستات مكتبرية الشخص يسويها مثل شنو راح نجي نتعرف عليها نجي على bleeding time انو هنانا ذكر بالفسلج العام من خلونا انو ننزف يعني نشكروحنا بالدبوس وننزف وكل شوية نشوف المسحة لحد ما نلاحظ انو شقد يتوقف النزيف مادريكان الدقيق تيال مادريش ثلاث دقائق المهم bleeding time انو هذا وقت النزيف اذا طول وقت النزيف معناته شنو اما اكو defect بالنمبر ما لبلاتلت او بالفاكشن مالتها اوكي لو انو عدد الصفاح الدموية قليل لو الوظيفة مالتها هذي اكو بلاتلت هذا يحسب لعدد بلاتلت كونت هاي شنو هاي اشياء مختبرية تستات مختبرية احنا نسوية تمام تمام اكو هنا اللي هو prothrombin time prothrombin time هو شنو prothrombin time هاذي راح يقدر للك externic 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 المهم انت كومي من cochleation pathway تذكرون externic مال cochleation pathway اللي هو هاذا قلت لكم اللي هو يشمل فكتر رقم 7 وهذا الكومي من اللي يشمل هذول الاشياء تمام تمام يعني شنو يعني راح يفحص لي هذا الاختبار راح يفحص لي اذا اكو deficiency بالرق اللي كان يشمل لي سبعة تمام خمسة ستة سبعة ستة سبعة اوكي فكتر سبعة اد فكتر عشرة اللي كان موجود بال كومي من باثوي اد prothrombin موجود بال كومي من باثوي اد الفيبروجين الى هنا prothrombin time وهذا هسا راح نحتي بارش thromboplast time الprothrombin time انه ش راح يقدر لي نفحص ش راح يقدر لي الاكستان سيك انت الكومي من كوكليشن باثوي اذا شنو بيهم يعني اذا طول هذا الفحص يعني اذا طول هذا الوقت مع البرو ثروم باثوي معنات الشخص عنده عنده موجودة على هاي الصورة اكو ديفيشن بهدول لا لا بتتحركين المهم اكو ديفيشن بيها اوكي فاذا طول هذا انه التايم مع البرو ثروم بي معنات الشخص عنده ديفيشن بهاي الفاكترات انه وين موجودة شراح تلكم بياها بالبداية اكستان سيك عند كوم من كوكليشن فاكتر اما اذا شخص اكو شي تست ثاني اللي هو شنو بارشي الثرومبو بلاستين تان هذا شنو هذا راح يقدر لي الكوكليشن فاكتر الموجودة بالانترنسيك عند موجودة بالكوميمن كلوتينك باثوي كوميمن كلوتينك باثوي الابو الخطرة اللي هم ما تنشر حتى هنا الانترنسيك اللي يقصد بها الثامن الكوكليشن فاكتر الثامن التاسع الهدعش الاثنعش العاشر الخامس عند برو ثرومبين عند فيبرونوجين فيشي يقول البارشي هذا التايم اذا طول اوكي يعني طول الا طلاء انه هذا الوقت طول معناه انه الشخص عنده عنده نقص بالهذي الفاكتر كوكليشن فاكتر الموجودة بالانترنسيك عند الموجودة بالكوميمن كلاوتينك باثوي والهاي الفاكتر نذكوره تمام تمام وقت انه تتكون الخطرة بي هاذا اذا اكو نقص انه وقت تكوين الخطرة كلش حساس اذا اكو نقص بالفايبروجين or inhibition of the ثرومبين ليش بلا inhibition of the ثرومبين بعض الادوية مثل الهيبارين السوي لانهيبش للثرومبين ليش انه الخطرة راح تكون حساسة للفايبروجين ارجع للصورة اوكي اوكي عندي هنا هاي الخطرة اللي هي الفايبرين اللي بنا راح تتكون اوكي السدل مكان الجرح تمام اذا هاي الخطرة طولة اللي تكون معناته انه هذا الشخص شنو عنده ديفيشنسي بالفايبروجين يعني هي منين جاية للفايبرين اما جاية من تحويل الفايبروجين الى فايبرين ومنه اللي حول حول الثرومبين اوكي اوكي انه هذا الشخص اذا مثلا انو الثرومبين الخطرة مالتة طولت حتى صير اما انو هذا الشخص عنده انو مالتة يكون انهيبشن للثيرومبين اللي ا�� يشقل فبالتالي ماذا يحول الفايبروجين الى فايبرين ايضا يصنر عن ادويا مالتة او عنده شنو شنو الشخص انته يعني حتى وعنده الترومبينش راح يحول اذا هو ما عنده فايبرونجين اوكي لحد هنا بعد شكو هذا ثرومبين تايم الوقت حتى تتكون بالخضرة قلت عني من يعتمد اكو بعض هواي التستات هماتين لحد هنا راح اعيد التستات بصورة كل السريعة بليتنك تايم انو وقت النزيف اللي ينزف بيشقة يطول النزيف يعتمد اذا عدت بلاتلت وعلى وظيفة البلاتلت تمام هنا بلاتلت يحسب على عدد البلاتلت تمام اكو براثرومبين تايم هذا البراثرومبين تايم هذا الوقت مع البراثرومبين هذا اذا طول معناه الشخص عنده ديفيشنسي عنده نقص بأيش كوكليشن فكتر موجودة بالأكستيرنك تمام والي هي هذولة والتردون موجودة بهذا الرسم تمام تمام هنا انا عمدي بارشيال ثرومبو بلاستين تايم اللي نرمزها باسم بي تي تي بعد ما احجي اسم هاي المختبرة يعني اسمهم اقول قبض الاختصار ما لتهم بي تي تي تمام تمام هذا الشخص التايم اذا طول عنده معناه انه شخص عنده ديفيشنسي بالكوكليشن فكتر موجودة بالأنترنسيك عند بالكوميمين كلاوتيك باثوي اللي هو البراثرومبين الفايبروجين يقصد بيه والمهم هاي الفاكتر هاني بالنهاي راح تكولي ثرومبين راح تتكون الفايبرين راح تتكون الخذرة اذا الوقت التايم ما الخذرة طول فالماشاساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساس سبب شنو رح يصير excessive bleeding للشخص اكيد وصلنا اشياء disorder اشياء مرضية باثوجينيسيس اوكي excessive bleeding excessive bleeding انو جايت لي اما عن طريق انو هاي اللي هو فاسكولار disorder thrombocytopenia platelet dysfunction and defect بالكوكليشن اما انا براكم انا قبل شوية اشكلت كنت هوموستايسيس الهوموستايسيش كان عندي اللي ساعد لي بالهوموستايسيس زاعد للفاسكولار لانت كان بي اندوثولية تتذكرون وساعد لي البلاتلت وساعد لي شنو ساعد للكوكليشن فاكتر فيعني هاي الاشياء اذا هي ما موجودة او رديش راح يصير للشخص راح يصير الشخص عنده نزيف اوكي فيصير عنده نزيف وهو ليش اما اكو مشاكل ديزوردر بالفاسكولار اما اكو اثرومبوسايتو بينيا يعني ما عنده بلاتلت او عنده بلادلس بس البلاتلت ما بها وظيفة فشنو الفائدة بنها اصلا. هذا الاح quest الاحيين اللي حجينها Ferr, اكو بتفيكتف TF كان لذي كلهم اوكي تمام تمام نيجي على اول واحدة عندي عني شنو عنديav � Bella الاشياء اللي راح تؤدي الانشف 얘كو الاشياء راح تؤدي الننزيف اكو تسولدر بالفاسكولار اكو مشكله بالفاسكولار أنه يقولي هنا أنا عمدي أنه الفاسكولار أما يكون أبنورمل يكون الأوعية الدموية تكون أبنورمل أو الكنكتف تشيو اللي حيط بالأوعية الدموية يكون أبنورمل تمام تمام يقولي بالفاسكولار تيسوردر هذا الشخص ما أخاف منه ليش ما أخاف منه مثلا نوستريا سبليدك يعني مو نزيف جدي أنه أخاف منه مجرد أنه الشخص اللي عنده فاسكولار تيسوردر من إشي فاسكولار تيسوردر أكو شي بالفاسكولار تيسوردر بالفاسكولار اضطراب بالفاسكولار يعني اما الفاسكولار يقولي انه هي الفاسكولار نفسها يكون بها اضطراب abnormal او الكنكتف تيشو اللي يحيط بها تمام تمام يقولي انه هذا الشخص لما عنده فاسكولار تيزورتر ما راح يلاحظ علي نزيف قوي وهذه ما كوش شي راح يشنه مجرد small hemorrhage موجود بالسكن او بالميكوزا تمام تمام هذا الشخص اوكي اني هنا عندي مشكلة بالفاسكولار اني عندي هنا ذكرت اكو مشكلة بالبلاتلت لا ذكرت اكو مشكلة بالكوكليشن لا فاذن الشخص سوي الاختبارات من اجي اشوف البلاتلت كاونت من اشوف وقت النزيف من اشوف الكوكليشن تيست اللي هو البيتي والبيتي تي اللي قلت لكم حفظوا الاختصارات مالتهم انه هذولة راح اشوف بيهم انه هم زيادة او نقصان لا هذولة كلهم اشوفهم normal لانهنان المشكلة مو بالبلاتلت ولا بالكوكليشن فاكتر المشكلة وين اكو ديسوردر بالفاسكولار المشكلة بالوعاء الدموي اوكي انه الوعاء الدموي يكون abnormal اور الكونكتب تشيو المحيط بيه تمام تمام الفاسكولار ديسوردر قلت انه هاي كل هاي التحاليل التستات ومالتهم هاي كلها تكون normal من اساويه ليشنان المشكلة وين بالوعاء الدموي لا بالبلاتلت ولا بالكوكليشن فاكتر اهنان اش داي قولي انه هنانا ديسجل مو يوقف قلب اذا من ديسجل اوكي يقولي هنانا عندي الفاسكولار ديسوردر قد يكون شنو تكون فاسكولار ديفكت ما لتتكون انهارتت اور تكون اكويرد انهارتتت وراثية هذي اكويرد مكتسبة بسبب عالم البيئية واحد اتعرض لاشي او شي مهم شي مكتسب تمام تمام نيجي على اليمن نيجي على انهارتتت فاسكولار ديسوردر اللي هي هيا شنسميها هارتتاري هيموريج تيلا نيجك تاسية ما ندري شن لفاضتين مهم هي هاي الكلمة اوكي انهارتت فاسكولار ديسوردر امراض وراثية ستبب لي نسف الوعاء الدموي اكو امراض وراثية انه الشخص اكتسبها من اهلة وراثية اجت من الاهل من الفاملية المهم انه هاذا عندي مراضي شو ذاكر لي اكو كونكتف تيشيو ديسوردر مثل هاي المتلازمة اللي هي شنساندروم اللي هي دانلوس ساندروم اوكي انه هايتكون انهارتت باقو انه هذا الشخص شنو انه هاي نجد اتكلم امراض وراثية ستبب لي نسف الوعاء الدموي البلاد فيزلز راح تنزف لي انه لاحظوا انه هذا الشخص شعنده عنده هذا المرض الهيرتتري هي مرض هذا المعرف الفظها والله تيلا جاكتاسيا المهم انه هذا الشخص عنده هاي المتلازمة اللي هي انهيرتتري ستبب لي انهيرتتري من الفاسكولار ديسوردر احد فاسكولار ديسوردر لاحظوا انه هنا يبين علي أنه يكون يوجد مرغة في الفاسكولار كل شيء واضح يظهر على التانج مالته وعلى اللبس اوية الدموية الفاسكولار مالته يصار بها قطع ظاهر على اللبس أو تنج اللسان لحدي الآن أنه ينهرت يعني من اتكلم على الفاسكولار نعلم على الفاسكولار قلت لكم به أنه هذا ما أخاف مجرد موجود في السكن الميكوز ميبراين لاحظوا هنا بالميكوز ميبراين و نجي على الإكوائرت الإكوائرت تكون مكتسبة مثل شنو عندي السومبل إيسي بروسنينك نزف الجلد البسيط عندي سيناي البربرة نجي نتكلم عليه أنه هذا السومبل إيسي بروسنينك هذا شنو عنا هذا شنو هذا النزيف يكون كلش صغير معده هذا وين يصير يصير كوميمن هذا ما أخاف منه يكون بنيا لطيف وخفيف هذا المرض يصير بالهيلثي ومين أمرأ ما بيها شي يعني مو ألا أنه هي بيها مرض أو شي يصير هذا البروسنك لعدش وقت يصير بالهيلثي ومين ويكون بينان شي طبيعي يصير للنساء مو مرضي أو شي يصير بالأطفال يعني هاي المرأة اللي بعمر الانجاب عمرها أنه تقدر تخلف بيو هذي عندي أمراض فسكولار ديفكت أمراض شنو هاي مكتسبة من ضمن هاي سمبل اسي بروسنك هذا نسيف الجلد البسيط من اسمه إيزي إيزي كلش بسيط هذا يكون كوميمن بينان ديسوردر يعني بينان ديسوردر مو شي أخاف منه أو شي إنه كلش يعني خفيف هاي الصير يعني يعني هاي الوومن ما عندها باثوجينيسوس أو شي هاي healthy وومن ونصير بالأطفال الصير إيش بالنساء يعني أوكي الصير بالبيرينج يعني خاصة اللي عمرها مالإنجاب يعني المرأة البرنيج معناته إنه أمرأة بعمر إنه تخلف بإنجاب أوكي أوكي سيناي البربرة أنا جعلت قبل شوية قبل شوية إذا تتذكرون أنا من إجهة أرافة الفسكولار ديسوردر إنه هو عبارة عبارة على تشيو الكونكتف تشيو لحيط الفيزلز إيش راح يصير راح يصير أتروفي مع مرور الوقت مع تقدم أمرهم راح يصير بأتروفي تمام أتروفي فمن الصير أتروفي أوكي صير أتروفي هاي وين أشاهته بالفور عرم عن دي الهاند أوكي أوكي باعوا هنا صير بالإيد مانتا سيناي البربرة سيناي البربرة وين الصير هي عبارة فسكولار ديسوردر إنهردت لو إكواير تكون إكواير مكتسبة تمام هاي المكتسبة ليش دا صير أنا قلت لكم دام إنه فسكولار ديسوردر عندي سببين إليه لو الفيزل سبيشي لو شنو الكونكتف تشيو البرية هذا اللي حيط بي بيش أقلا إنه بسبب شنو أتروفي بالكونكتف تشيو أو إن سمي سبورتينك تشيو أوكي أوكي قبل ما أجي أعلمان على الهونك شو لين هاي عانيت هينوك هينوخ ما أدري إيش قبل ما أجي هاي راح أعيد هذولاك بسرعة دا أعيد واسقل لأن المحاضرة شوي يحتاجه ويحفظ بيها وبها وي معلومات فأني أعيد واسقل حتى تتراتب المعلومات سوية لكم أوكي قبل ما أجي على اليمن إنه هنا أنا دا أقول إنه فسكولار ديسوردر دا أتكلم على اليمن على الفسكولار ديسوردر أوكي عندي شنو عندي Enherited وعندي عندي Enherited وعندي Acquired تمام تمام هاي الPer هاي تشملي هاي المراضيين هذا اللي ما أعرف ألف فضا يقد لكم علي أوكي ولي هي عبارة شنو داي يصيرها ما ي jaki���ت عليك ونشاء الله ناسياتي هنا إنه is Enherited أوكي إيش راح يصير هي عبارة Autosium Autosome Ey meine acept Care اخذناها Aut Vie Autosome 잔 معناته حتى ينتقل للأطفال نجاح لابury يكون شنو effective وينتقل للأطواء يعني ما كو أنه أحد يعني أحد الأبوين effective مصاب حتى ينتقل 50% من الأطفال يصير عدهم مصابين هاي أخذناها بالوراثة autosomal dominant اللي هو شنو عبارة autosomal dominant عبارة hydrogenous يعني شنو مختلفات إنه هذا على الأقل واحد من الأباء يكونون مصابين effective حتى شنو 50% من الأطفال يصيرون عدهم تمام؟ وهو وراثي أصلا دات كلم عليه وراثي أوكي إنه هذا المرض شنو الخصائص مالتي شون أعرف إنه هذا الشخص عنده هذا المرض عن طريق شنو راح أشوف إنه microvascular swelling إنه الأوعية الدموية الصغيرة راح يصير بيها توسع وانتفاخ تمام؟ تمام وقد أشوف هذي راح تتطور بالسكن والميكوزو بالأنترنال أورجن أوكي أوكي هاي نسيت ترى أحجي هسا رجعت لها inherited vascular disorder نجي على inherited vascular disorder اللي هي شنو هيرتتري هيمورجيك هاي الكلما اللي أنا معرف ألفظها اللي هي عبارة عن autosomal dominant autosomal dominant معناته شنو هيدروزايكوس هيدروزايكوس معناه هيدروزايكوس معناه هيدروزايكوس معناته إنه على أقل إنه واحد من الأبوين يكون effective يكون مصاب حتى شنو خمسين من الأطفال يكونون مصابين شنو العراض هذا المرض يكون المايكروفاسكولار الأوعية الصغيرة راح يصير دايليشن انتفاق بيه وسكن ميكوزو وبعض الأحيان إنترنال أورجن connective tissue disorder اللي هي هاي المتلازمة نحفظ اسمه إيلرس دالنون صادرون أوكي وقلت إنه هذا شنو هذا الهيرتاتري تمام تمام نيجي عليمن على الإكوار إنه الشخص مكتسب عندي هو simple easy pro snake اللي هو نزيفة جلت البسيط يكون هو وين يكون هذا بسيط إنه أمرأة ما بيها مرض يعني مو حسب لكم اللي تكون مريضة هي ما بيها مرض تكون أمرأة healthy هاي يصير بيها بالشايلد وصير بيرنك ايج بالسنة اللي هي شنو اللي من يصير أمرها ما اللي تقدر تخلف بي السنة اللي بربرة بربرة أفوان تكون atrophy of the atrophy of the suborantique tissue تمام تمام نيجي عليمن على الهينوخ شون لين شون لين هينوخ شون لين هو شنو صادروم هذي هون لخ شون لين صادروم هذي يصير بالشايلد وين يصير بالأطفال واو قاني بالمتعرف عليه لما يصير مايكرو أرغانيزم يدخل جسمي راح يصير شنو immunity response استجابة مناعية لهذا المايكرو أرغانيزم المايكرو أرغانيزم راح يصير لإستجابة مناعية الجسم راح يسويلي راح يسويلي انتوادي تمام تمام هنا بهاي الأشخاص يعني هذا الأشخاص اللي هو هينوخ شون لين صادروم هاي الصادروم شرح يصير هنا انه دخل مايكرو أرغانيزم اوكي لكن استجابة مناعة الجسم انه immunity response ما الجسم كانت كلش مبالغة بيها تمام صارت كلش تمام تمام انت جون الجسم هناش راح يكون اميونوغلوبين يعني اميونوغلوبين اي اوكي اوكي فإذا انه هذي شوكت اني اشوفها هاي المتلازمة صادروم اصير بالأطفال هاي الأطفال لما اجي اخذ هستري من الطفل انه اكتشف بالهستري من الطفل انه صار عنده صار انفكشن سابق الي اوكي انفكشن وانصار acute upper respiratory انفكشن ليش لانا قلت هاي الساندروم المتلازمة شوكت تصير وراء ما يدخل انفكشن للجسم راح الاميونو رسبونس راح تكون hyper sensitive انه استجابة المناعة للجسم لهذا الانفكشن راح تكون كلش هواية يعني كلش هايبر يعني مو يعني بالمعقول راح تبالغ بالاستجابة مالتها راح تكون يوميونو كلوبين اي وفسكولايتس راح يصير التهاب ايش بالفيزل تمام تمام فاذا انه يصير بتشليترين شوكت اوفن بالغالب يتباع لانه هذا الطفل خطيئة صار عنده قبل صار عنده قبل فترة صار عنده رسبريتري انفكشن فالمناعة الجسم صار عندها hyper sensitive اوكي لحد الان عندي شي بيها اوكي شنو هاي الخصائص مالته بيربرك راش انو راح يصير عنده راش وين راح يصير راش اكثر شي بالبوتكس اكثر سرفيس اوف ذا الور لي عند البو تمام بعد شراح يصير لهذا الشخص اوش شراح يصير جلت عنده راح يصير راش طفح جلدي شغلة ثانية اللي هو colickey abdominal pain معناته شنو مغس كلش قوي بالبين ليش مغس قوي بالبين بسبب شنو اكو focal hemorrhage اكو focal hemorrhage انتو اكو hemorrhage اكو نزيف وين داي صير بج اي تي اوكي عند acute clomer nephritis تمام تمام تكون هاي المتلازمة اللي هس حجيتها هاي المتلازمة ساندرو اللي هي هينوخ شون هاي المتلازمة انو شن تقول انو هي self limited من وحد هراح الطيب ما تحتاج علاج اوكي وبعض الاحيان شنو قد تطور الى رين الفيلرس مالله تمام تمام هاي شنو هاي 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 شون لاين سادرو اوكي اللي قلت انو شنو الخصائص الراش بالاضافة انو تقلصات مغس كلش قوي بالبطن وقلت ليش بسبب اكو هيمورج داي يصير وين الهيمورج بالجي اي تي تمام تمام قبل ما اجعل هاي رح اعيد هاي المتلازمة ساندروم لانو كلش حبي صراحة اللي هو هينوخ شون لاين ساندروم هينوخ شون لاين ساندروم هي عبارة متلازمة صير بالشايل شو وقت تصير استجاب لهذا الميكرو ارغانيزم ولكتلة اوكي تكون اميون رسبونس لكن انو هذا الشخص شنو فرقة عنه انو رح تصير هايبر سانستي انو الاميون رسبونس الاستجاب المناعية مبالغ بيها والدكتورة كلش ركزت على هاي السطر انو شنو اميون اغلوبين انو المناعة مالتا كلش رح تكون الاميون اغلوبين اي اوكي تمام تمام يصير بالشايل شنو الاعراض مالتا الكاريكتر رح يصير راش بالاضافة الى هذا كولايكي ابدومين الهو مغص رح يصير بالبطن ليش دايصير مغص بالبطن بسبب جي اي تي دايصير هيموريش بالجي اي تي تمام تمام ويكون وبعض الاحيان قد يتطور الى رح تؤدي من نفس القبل شوية اللي ذكرته انه بعض قد يصاب الانسان يعني يصاب بانفكشن وجهز المناعة كلش الريسبونس رح يبالغ بيا رح يكون المهم رح يكون نيجي على السكاربي السكاربي هو عبارة مرض نقص فيتامين سي فيتامين سي بشنو احتاجه فيتامين سي هو مسؤول عن الكولاجين الموجود هو الكولاجين اللي دخل فيتامين الفزل وكي الشكاربي وستيريت بربرا هاي استيريت بربرا شو راح يسبو الستيريت بربرا واح واحد الاشخاص ياخذون استيريت قد ياخذون الاشياء الاجية يضطرون انه ياخذوا او اشياء تجميلية استيريت هذا resistيريت شو راح ي chefs الموضوع راح تسمية تاغني التوقيف الضغط المنزل السيادي استيرويد بربرة بعض الاشخاص ياخذون ايش الاستيرويد كدواعي علاجية او تجميلية والستيرويد احد السادات افكت معتها والاشياء اللي سووا بالياها فاسكولر سوبريت التشيو اوكي اوكي اهنا اش راح يصير راح يصير عندي بالاسكارفي اوكي بالاسكارفي تيصير بري فوسكولر بتيك اوكي لحد الان خلصنا الفاسكولر خلصنا الفاسكولر ديسوردر الفاسكولار ديسوردر ماردريد راح اعيدها وقدري المحاضرة راح تطول بس انا دا اعيدها حتى هم تحفظونوا ايايا على الواهز اوكي وانهم دا احفظوا اياكم على الواهز صراحة لان هستوي دا اقراهوا اياكم اوكي لحد الان انا قلت لما يصر عندي جرح اكو ثلاث اشياء راح يساعدوني اول شي الفاسكولار الوعاء الدموي الفاسكولار الاوعية الدموية ثاني شي البلادلت وثالث شي شنو قلت لكم عليه هو الكوكليشن فاقدر تمام تمام ويش ساعدوني فاذا صار اختلال اذا صار اختلال بالوعاء الدموي ساميه فاسكولار ديسوردر فاسكولار ديسوردر وان الفاسكولار ديسوردر راح يؤدي الى نزيف كل الفعوصات بي طبيعي فقط بالفاسكولار اوكي بي انهيريتيت و بي اكوايرت الانهيريتيت هاي المتلازمة هاي المتلازمة اللي هذا الاسم اللي ما اعرف كده الفظه انه هايش راح يصير بيها دايليشين بالمايكروفاسكولارسوليك تفضل انت ميكوز و ببعض الاحيان انترنال اورجين قد تكون اكوايرت اكوايرت اما تكون سمبل هاي من خاف من يامها سيصير الومين هالتي لما امرأيه ما بيه شي لما سيصير بيه انت بالجايلد اوكي سينال باربرا صير بكبار الامر قد انهما ما كبره وهيجي راح يصير اتروفي بالسوبورتنك تشيو اللي هو عبارة كونكتف تشيو اللي يدعملي الفيزلت ورها اجيات اتكلمت علمان الى هينوخ هينوخ ساندروم صير بالاطوال شوكد لما الطفل صار عنده انفكشن يعني قبل فترة صارت عنده انفكشن فالجسم سوا شنو اميونوغلوبين اميونوغلوبين اي كلش وكان كلش يعني كلش يعني اميونوغلوبين مبالغ بيها وشنو الخصائص مالهينوخ يكون راش بالاضافة كولايكي ابدومينال بين اللي هو مغز بالابدومينال بين ليش بسبب هومورج وان دي يصير بالغاثرو انتستينال دراك تمام تمام وتكون limited واقدر اعالجه يعني تتعالج وقد بعض الاحيان تتطور الى رينال فيلر اوكي قد يكون بسبب انه يصير بسبب سكار بي نقص فيتامين سي ليش فيتامين س يدقل بالكولاجين في تكوين بالبلاد فيزل تمام او بسبب انفكشن ثانية او بسبب الاستيروت السيروت ليش راح يسوي بسبب فزل راح يشي يسوي ديفكتة فسكولار راح يأثني على سيبوريت اوكي اوكي نيجي على الشغلة ثانية لحد الان بلاد فيزل صار بيه هو طبيع الى بلاد فيزل نرح يسوي الكونتركشن ومن هالكلام ч матери appointment معانى عدد البلاتلت قليلة العدد البلاتلت قليلة اقل من هذا الرقم وذاتف Shouldn ayan الاسم بعد القائم ل Ebony في عدد البلاتلت قليلة الأمر التي هي إomatها ويكونut per نعم نعم يعني تكون على السكين على الميكوزة تمام تمام اوكي انو الكاركتر زمالته شرح يتكون السكين بربرة بالميكوزة هيموريت برولينك بلينك افتر ترومة يعني شنو انو هي فاقو انو هنا وراه الشخص ما يصاب اوكي رح يبقى ينزف الفترة طويلة لان البلاتلت انو قيلها دور تكون لبرايماري بلينك اوكي اوكي فيش يقولي انو الخصائص مالته انو الشخص اذا صار عنده ثرمبو سايتوبينية انو شرح يصير عنده السكين بربرة وبالميكوزة اوكي بالسكين وبالميكوزة رح يصير هيموريت تمام تمام وراه ينزف الفترة اطول اوكي اوكي هنا اوش رح يكون تذكرون البتي هذا الاختبار والبي تي تي اوكي اوكي أوش يقولي برولانك بليدنك تايم ووقت البليدنك تايم يكون كل شي طويل تمامنين شنو عنده ثرمبو سايتوبينية وعرف انو الصفاحية رح تكوني الخضرة ثرومبوسايتو يتكون الخضرة الأولية صافيحة البرايميري والآخرة ال-BT و-PTT ليش تكون normal برأيكم أناش قلت لكم هاي اختبارات ال-BT كان عبارة شنو هذا التست إني قلت لكم هو time المالية time ال-BT معناته شنو تذكروني انتريسك فاكتر هاي اشياء ال-BT و-BT لها علاقة بالكوكليشن فاكتر أنا موضوع شنو ثرومبوسايتو بينية هنا الكوكليشن فاكتر ما بيشي البلتليد قليلة تمام تمام فالكوكليشن فاكتر ما بيشي معناته انو البيتي هاذا الاختبار ما البيتي والبيتي تيسعدو فيه لي فوق انا شرحته انو هاذا شرحي يكون نورمال مجرد انو شرحي يصير هنا الوقت النزيف راح يطول تمام تمام اوكي ايقولي هنانا سبونتينوس بليدن يعني هاذا بدون ما يصر عنده تروما بدون ما ينجرح بدون ما كل شي من واحدة ينزف اذا شوكت اذا كان عدد البلادلت اقل من 20 في 10 استسعة اوكي اوكي لحد الان ثرمبوسايتو بينيا اللي هي معناته البلادلت قليلة ثرمبوسايتو بينيا الشخص اللي عنده بلادلت قليلة يشرح يلاحظ سكن بربرا موجودة على السكن ميكوزا هيموروج اوكي ويكون وقت النزيف راح يطول ورا يعني من جرح راح يكون وقت النزيف يطول يعني اعرف ان هي اللي بلا تشكن تسوي لي تمام تمام البيتي والبيتيتي هذا الوقت البرشيال ثرومبو بلاستيكي هذا التايم راح يتأثر هذول اثنينات هم ما يتأثرون لأن هذول هم علاقة بالكوكليشن فاكتر هسا من راح نأخذ الدسور دار يتصيب الكوكليشن فاكتر راح نشوف هذول يكونون كل شي يطولون تمام تمام ويقول لي هنان انه هذا الشخص راح ينجرح من واحدة من دون ما يتعرض الدروبة دون ما ينتخدش راح ينجرح من واحدة يعني عفوا ينزف من واحدة لما تكون شوكت لما توصل البلاتلت عادتها يقل لحد يعني جوال عشرين في عشرة وستسعة وبرأيكم البلاتلت ليش دتقل البلاتلت ليش دتقل لأسباب بانه عدد حسوى هاي المحارة جزئين لو جزء واحد ما قدري عدد حسوى هاي الجزئين برأيكم البلاتلت ليش دتقل البلاتلت ليش دا تقل لا ولا حانشرت جزء واحد البلاتلت ليش راح تقل البلاتلت انه هي منه كونها المصلع هو عبارة عن البون ماره تمام البون ماره اما عندي مشكله بالبون ماره المصنع دا تقل البلاتلت ار انه المصنع ما بي مشكله المصنع دا يكون ويودي ي starve البلاتلت لبرفرال لكن هاكب البرفرال دا يصير عندها jetstraction اما بسبب المناعة دا تهاجمها الله يعلم ار شنو ان توزيع البلاتلت رح يكون توزيحها يعني عشوائي هسه نحكيه رح يصير دوليش هذا لحد الآن ليش دايصير عندي ثرومبوسايتوبينية شن الأسباب السويلي ثرومبوسايتوبينية أما المصنع بيخلق فيلر بالبلاتلت أكو فشل بإمتاج البلاتلت هي البلاتلت منو يكونها الخلية الميكا كاريوسايت الميكا كاريوسايت هي عبارة بريكارسر مع البلاتلت إنو هاي الميكا كاريوسايت بالنهاي رح تكون البلاتلت الهاتف 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 الهات بسبب دراك بسبب كيميكال فيرال انفكشن كونجنيتال دفكت اوك 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 هنا المصنع بمشكلة المصنع بمشكلة هو مدايكة والميك الكاريوسود او البلاتلت ايش و كده يصير ده يصير بالسايتوتوكسك دراكت اوكي راديو ثرابي نعرف الراديو ثرابي شون راح يسوي مايلوفايبروسيس يتكلمت عليه بالوائد بي سي مايلوفايبروسيس تليه في النخاء العظمي تمام تمام هنا بلاستيك انيميا انت اللو كيميا عندي واقفة اليه بلاستيك انيميا جدي يصير انه البل مرو دي يصنع لي كل شو هواية يعني ار بي سي تمام على حساب البلاتلت اوكي فتصنع هواية بي سي هذا ار بي سي اللو كيميا انت تصنع هواية بي سي على حساب شنو البلاتلت تمام يعني هواية قد ما يصنع هواية على حساب انه راح يتقل عدد البلاتلت اوكي اوكي لحدثنا المصنع يوجد مشكلة في انتاج بلاتليت ومشكلة بالميكاكاريوسايد اللي هي عبارة عن بريكارسر لبلاتليت أو يوجد مشكلة في البون مارو فايلر تمام تمام انه البون مارو فايلر نيجي على الشغلة الثانية انه كريزيس تتركشن بلاتليت انه هناك الجسم مالذي قولي اميونوغلوبي انه الجسم البون مارو دايصنع لي بلاتليت لكن شنو دايصر بيها تحتيم دايش دايصر بيها تحتيم دي سببين ورح نتكلم عليهم بالتفصيل كلش اللي هو اميونوكلوبين تسركشن ادنون اميون تسركشن دي تتحطم بسبب المناعة من اقولكم نناعم بين معناته ان الجسم دي يكون انتي بدي ضد البلات دي فتتحطم وتكون اوتو اميون اللي تشمل لي الثرمبوسايتو بينيا اميون الثرمبوسايتو بينيا بربرة هدولي هده رح يتكلم عنه بالتفصيل للمراض او شنو اليو اميون هذا اليو اميون معناته شنو انه واحد نقل ثلاثة دم اوكي هذا الدم ما للشخص اللي نقلته بانتي جين تمام فمن دخل الجسم ما الشخص انه انتي جين غريب فالمناعة كونة انتي بدي وكذلك يصير بالاطفال حديث الولادة الى علاقة بالار اتش ما ادري شنو لما الاب يكون عنده انتي جين معين ولا اخرة او انه هذا الشخص لياخذ هبارين انه هذا الهبارين هو عبارة عن كوكوكليشن فاكتر تمام هذا الهبارين اذا راحوا لزيكلي بالرسبتر ما البلات لها الصفائحيا راح يسابب راحي رح للسبلين والسبلين يشوف الهبارين غريب راحيكسر يكسر الهبارين يحلله يكسره هو والبلاتت матه الى هنا عندي Folksist destruction البلاتلت هنا المصنع ما التي مع البونمرو ما بيشي لكن شنو ذات تتحطم البلاتلت ليش ذات تتحطم البلاتلت لسببه اما أما مسي المزيزة والمادي يعني ما لها علاقة بالمناعة الان لها علاقة بالمناعة راح نتكلم عليهم بالتفصيل تمام حشيت عليها وهنا عندي متلازمتين تتحطم بس شي ما لا علاقة بالمناعة مناعة تهاجم البلاتلت لا مثل عندي اللي هي DIC الدي اي سي هستي راح نتكلم عليها بالنهاية آخر سلايد يمكن نيجي علي من Abnormal Distribution Blatlet انه هنا الطبيعي شنو الطبيعي انه هذا الانسان انسان طبيعي انا اعرف السبلين بداخله دن اوكي اوكي الطبيعي بسر protects بلاتلت انه بسرenti stimulate البلاتلت الموجودة بالدمات بالاوعية الدموية نسبتها 70% هذا الطبيعي والبلاتلت الموجودة ايش يعني عدتها بالسبلين 30% اللي يعني ما اعتبار انه ثلث هذا الطبيعي لكن الاشخاص اللي عيدهم سبلين وميقالي السبلين وميقالي راح يضخم وهذه راح يضخم شنو راح يضخم الطحال راح ينترسكوم الدين فبدل مكان بالطحال 30% بلاتلت راح يصير 90% بلاتلت فهنا ما راح يصير راح يصير اختلال بتوزيع البلاتلت بالجسم لحد الآن راح عيد الفكرة هنا شنو عندي حتى المنزمة وقفت بس نرجع مو مشكلة أحس كد مدرست هاي المنزمة حتى المنزمة درست يعني درست منزمة وقفت وان راح تقوكليشن بوثي هاي تقوكليشن بوثي هي رجعتنا في السحات الحمد لله نرجع هنا اكو ابنورمال اكو توزيع انه هنا عندي توزيع مع البلاتلت يكون فيه خلل لانه طبيعي البلاتلت وين موجودة بالسوركوليشن نسبتها بالسوركوليشن سبعين بالمية وثلاثين بالمية بالسبلين لكن راح يصير سبلين ميجا لتضخم السبلين فالسبلين هو يحتوي على الدن فراح يصير خلل بالتوزيع مع البلاتلت فراح تكون تسعين بالمية من البلاتلت موجودة بالسبلين وجقد عشرة بالمية من عشرة إلى أربعين موجودة بالسوركوليشن عرفتوا هنا فيسمو abnormal distribution of the platelet بعد هنا ما اكو شي اذكره تمام تمام قلت لكم نيجي على dilution loss انه هذا الشخص يعني الدم ده سيصير به سواء الهواء بحيث رح تتخفف ال platelet انه هذا الشخص هو يضع انقل دم يعني شكده هو يعني عشرط بطالة دم خلال 24 ساعة هذا الدم الشخص اللي يضع انقل دم من سمعت الفوز الدكتورة شوية وضحت عليه انه هو كله يعني يعني ما احسنه بمعنى او شو الله بس انه هي شو الدكتورة شكالت انه البلاتلت الموجودة بالثلاجات ما الدم انه مصرف الدم هاي البلاتلت انه وراء 24 ساعة وراء 20 ساعة هي شي 20 hours ايش راح تكون تكون inactive فمن نجي شخصا نقل الدم هذا الدم يعني اوكي راح ينلاحظ الاربيس صعاد والوايت بيس صعدت عنده لكن البلاتلت راح تكون inactive يعني ما بيها وظيفة او شي عرغم انه مستويات راح ترجع طبيعي لشخص انقل الدم لكن البلاتلت تكون inactive ليش انه مصرف الدم قدتلكم انه هذا الشخص ده انقله عشرة بطالة دم ديصر تخفيف بالدم وطبيعي بالاضافة لبلاتلت لما تبقى اكثر فوق 20 hours راح يصير عندها inactive فمن انقل ما راح تسوي شوال لحد الان عنش ده ادرس ده ادرس شنو اشياء السبب لثرومبوسايتو بينيا شنو الاشياء السببت لثرومبوسايتو بينيا اربع شغلات اما فشل بالمصنع المصنع يشمل الاشياء اللي ذكرته او اكو البون مارو البون مارو اصلا ما داي كوولي بين كوكاروسا او بلاتلت او البون مارو مشغول يكوولي RBC بسبب بلاستيك انيميا او داي مشغول يكوولي white bc هواية على حساب شنو لها دي كليتها او شنو اني crisis destruction بلاتلت البلاتلت تتتكون بس تتتحطم بسبب المناعة اوكي اما اتو اوتو اميون او واحد اخذت راكت ولا اخيرة تمام وهاي مو بسبب المناعة او راح ادرسهم بالتفاصيل يعني اذا حجيتها سريع راح ادرسهم بالتفاصيل اوكي or abnormal distribution بلاتلت انو البلاتلت المتعرف عليه الطبيعي انسان طبيعي 70% بالسيركوليشن و 30% بالسبلين الشخص اللي عنده سبلين او ميكل هش راح يصير عنده abnormal distribution بلاتلت راح اصير 90% بالسبلين موجودة ايش بالسبلين بسبب شنو ماسف كلمة ماسف يعني واحد وغيئا قلة ماسف شكت يعني عشر ساعات عشر ساعات عشر بطالة بالخلال 24 ساعة اوكي نجي علي من على اوتو اميون ثرمبوسايتو بينيا اوتو اميون ثرمبوسايتو بينيا اوتو اميون ثرمبوسايتو بينيا اوكي راكز تولي بهذا المرض انا شكلت انو هاي الامراض قبل شوية اللي حجيتها هزة راح اجي اتكلم عليها بالتفصيل هذا شنو اميون ثرمبوسايتو بينيا راح اجي اتكلم عليها اللي هي احد شنو الامراض تؤدي الى تكسر البلادليد نأتي على من أوتواميون ثرومبوسايتوبينيا باربرا هذا مرض نقص الصفائح المناعي لأيه نقص الصفائح المناعي لأن الجسم يكون أنتبادي أميونوغلوبينجي يكون الجسم أميونوغلوبينجي يرتبط ل البلادليد ويرتبط بها تمام تمام باعوش داحي سي راح اشرح لكم يا صورة كلش مختصرة اوتو اميون ثرومبوسايتوبينيا باربرا الجسم شنو الجسم هو مرض مناعفة من اقول مناعفة معناه الجسم داي يكون انتي بديض ضد الصفاح الجسم راح يكون يا نوع حفظه اسمها خافي جي ام سي كيو اللي هو شنو اميونوغلوبين جي هذا الاميونوغلوبين جي راح يروح يشوف الصفاح ورح يرتبط بيها هاي من تروح للسبلين اني اعرف بالسبلين اش بي بي ماكروفيج هاي الماكروفيج بيها رسبترات اني اعرف الاميونوغلوبين اذا تذكرون الاميونوغلوبين هو عبارة عن انتي بادي منين متكون من افسي متكون من افسي هاي اللي يرتبط بيها والاخرة هنا اشتي يقولي انا شكاد بهنانا انو الاميونوغلوبين مو راح يرتبط بالبلاتلت وين راح يروح راح يتخلي السبلين السبلين اش بي بمايكروفيج هاي الماكروفيج بيها رسبترات اش راح ترتبط راح ترتبط ويا الاف سي المرتبط بيش بالاميونو قلوبين جي المرتبط بالصفائح فبالتالي راح يصير راح تتكسر الصفائح لبلات لت راح تتكسر الصفائح قبل يومها قبل يومها تموت خطيئة يعني شنو انه صفائح الطبيعية النورمال من 7 الى 10 تايام هذا عمرها وراها تموت لكن هنا هذا الاميونو قلوبين راح يرتبط بالبريماتور اللي بعدها ما لها حق انه تموت حاليا هي عمرها من 7 الى 10 ايام رح يجي الاميونوغلوبين جي ليش لان هذا مرض اوتواميون من اقول اي اوتواميون عندي انتيبادي بالموضوع يجي يا انتيبادي من يهم ان هو اميونوغلوبين جي رح يروح يرتبط بالبلاتلت البريماتور اوكي وين رح يوديها رح يوديها بالريتكولو الريتكولو اندوثليال سلسل اللي يفضل بها السبلين النويد ولا اخرة فهذا الريتكولو انو الطحال السبلين من رح يشوف هذا الاميونوغلوبين جي مرتبط بالبلاتلت هو بداخلها مايكروفيج رح ترتبط بالاميونوغلوبين جي رح يؤدي المن الى تحليل البلاتلت ولكن هسا البلاتلت شنو عمرها شقيت مجرد ساعات ويا عمرها الحقيقة شقيت من 7 الى 10 تمام فهذا هو المختصر مالتي انو اجي اميونوغلوبين جي ارتبط بالبلاتلت فالبلاتلت مادت قبل عمرها يعني ساعات وتموت هي عمرها الحقيقي من 7 الى 10 ساعات هذا شي يكون هذا يكون يكون قد يكون ويكون عند الكرونيك ويكون أكيوت لازم تعرفون الفرق بين الكرونيك والأكيوت وراح أحكيهم مهماتين الأكيوت شي يكون هاي الكلمة يعني ما معروف السبب ليش داي يصير يصير وين يصير بالأطفال يكون بالأطفال بالأطفال النساء أو اللي شي يسميهم الأطفال ابنية والد أوكي أوكي تمام تمام هذا الشخص شنو هذا الأكيوت الأكيوت أنا قلت شنو أنا عندي أوتو أميون ثرومبوسايتو بينيا بربرة هذا ثرومبوسايتو بي كرونيك أند أكيوت أوكي الأكيوت هذا الأكيوت شو كد لما أشوف طفل صار به هذا الأكيوت من أخذ منه هستري ألاحظ أنه قبل فترة ما أخذ هذا فاكسين ما أخذ لقاح قبل فترة صار بي انفكشن قبل فترة صار جيكن بوكس تمام لحد الآن هو صح سببه غير معروف أوكي لكن بعض الأحيان لاحظة ومن أخذوا كيسات من الأطفال تمام أنه هم قبل فترة كانوا ماخذين يعني ماخذين لقاح قبل فترة صار بيهم انفكشن فصار شنو وراها أكيوت أي دوبوثي هو أكيوت هذا تمام تمام يصير بالأطفال أكو هستري أنه طفل به يقول هذا شنو هذا يكون من واحدة رح يتعالج وما يحتاج إلى علاج يعني من واحدة رح يطيب ويصير زين الطفل تمام هذا الأكيوت مالي كرونيك أي دوباثي هذا يصير بالأدلت ويكون كوميمن ديسوردر تمام تمام يصير بالأدلت اللي عمرهم من 15 إلى 50 يارز ويصير بالنساء أكثر من الأطفال هذا كوين صار الأكيوت صار بالأطفال وكانوا القرار مساوي لهذا البوي تمام تمام هنا ونصير بالأدلت من 15 إلى 50 وهذا يصيب النساء أكثر من الرجال هذا يحتاج إلى علاج الأكيوت كان ما يحتاج إلى علاج من واحدة يطيب هنا شنو أسباب الكرونيك أي دوباثي هو من اسمه أي دوباثي أصلا ما بيسبب لكن بعض الأحيان لاحظوا وصار لأشخاص اللي عدهم شنو لاحظوا وصاروا ويا الأشخاص اللي كان عدهم بسيستميك لايبس إيرثروماتس اللي هو داء إيرثروماتس داء الذئب الإحمراري كرونيك لومفوسيتك لوكيميا عند لومفومة أوكي أوكي الدايجرونسس شنو برأيكم راح يشوف إن هو هذا المرض شنو ون أخدته أخدته بالبلاثي البلاتلت راح يكون شنو هو مرض يصيب إنه ثرومبوسايتوبيني أصلا فالبلاثي راح يكون عدتها قليل تمام تمام من أسوي بلات فيلم مالدين راح أشوف البلاتلت عدتها قليل زيي البونمرو ما لداخل إنه أكو مشكلة بالبونمرو لا مشكلتي إن البلاتلت ديصنع البلاتلت البونمرو يكون طبيعي لي قليلا بأن مشكلة هو مرض أوتو أوتو أميون يعني العميون يعني البونمرو ديصنع للبلاث وراحت البون مراه صنع للبلاتلت وراحت للدم ورا مراحت للدم هناك تكسرت فالبون مراه طبيعي ما بيشي وقد نشوف شنو زيادة بالميكا كاريوسات لان البون مراه راح يلاحظ شنو البلاتلت قليلة فحتى يعوض يصنع هواي ميكا كاريوسات حتى شنو التفرنشيشت الى بلاتلت واشوف اوتو انتي ودي الى هنا باعو الدايجنوسس البلاتلت الكاونت راح اشوفها قليلة ليش قليلة لان اصلا الجسم دي صنع عميونوغلوبين دي هاجمني دي صنع لي انتي ودي دي هاجم للبلاتلت فاورا دي راح تكون عددها قليل لما اجي اشوف صورة دم راح لاحظ البلاتلت قليل البون مراه بي مشكلة لا البون مراه ما بي مشكلة البون مراه قطية سوا علي كان يطلع بلاتلت وداها للدم بالدم صار عندها تستركشن بسبب المناعة تحطمة البلاتلت الميكا كاريوسايد اوكي الميكا كاريوسايد يمكن نشوفها زائدة ليش لان البون مراه قلنا اذا يشوف شي ناقص بالدم راح يجي عوضة في زيد الميكا كاريوسايد وحتى هاي الميكا كاريوسايد كونت البلاتلت هماتلت راح تيجي انتي ودي تهاجمها واذا سويت دست راح يلقي شنو اوتو انتي ودي تمام تمام نيجي